ايفون اللي نقدر من خلاله ان احنا نستفيد من كل ما يخص الكورونا ونعرف الاجابة على كل الاسئلة اللي احنا عايزين نعرفها ونتابع الحالات اللي عندها عزل منزلي او اي مصاب قاعد في بيته يقدر انه هو يتابع هذا الابليكيشن اللي معمول كله بايادي مصرية خالصة وبيتعامل مع وضع الكورونا في مصر علشان نفهم اكتر ونفهمكم اكتر معايا ضيفي المهندس ايثم صلاح مستشار وزيرة الصحة للتكنولوجيا المعلومات مهندس ايثم برحب بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك والحقيقة ده طبعا شيء هايل انه يكون في عندنا هذا الابليكيشن موجود عندنا في الموبايلات وعندي في البيت اقدر الاقي اجابة على اي سؤال انا عايزة اسأله والاجابة كمان بتكون متخصصة ومؤكدة يعني انا باخد الاجابة وانعرف ان هي اكيد اجابة صحيحة نتكلم في البداية عن هذا الابليكيشن اللي نزلته على الموبايلات ونعرف الدخول له ازاي طيب هو الابليكيشن هو موبايل ابليكيشن باسم صحة مصر عشان ما يبقاش كورونا بس هو كورونا حاليا بس ان شاء الله بعد كده يبقى عليه خدمات اخرى الوزار الصحة يجمع كل خدمات الوزار الصحة تقدر يحيك تغذيها من الموبايل نعم زي ما هيك عارفة انه مع تطور التكنولوجي واعتماد الناس على الهاتف الزكي يعني بشكل كبير وخاصة في وقت اللي احنا فيه من حظر وخلافه بقى اقرب حاجة دلوقتي اللي في ايد كل الناس ودايما يعنيها متعلقة بيه طول الوقت هو الموبايل ايه فبالتالي ده بقى اكتر وسيلة وزار صحة تقدر توصل بيها المواطنين وبصراحة ده كان توجيه الوزيرة مع الوزيرة في الاول خالص ان احنا عايزين حلول بر الصندوق ابتكارية نقدر بنخلالها نوصل الناس بشكل اسرع الموبايل ابليكيشن ده ما عملوش اول مبارح لا ده احنا شغالين فيه من شهر ثلاثة اللي فات مع بداية الازمة وعشان احنا عارفين انه فيه مراحل للجائحة يعني فكنا بنعمل استعدادنا لكل مرحلة من المراحل دي بشكل مختلف شوي في الاول كان عندنا الكول سنتر مية وخمسة وكان بيقضي الناس لانه المكالمات كانت قليلة كان بيجي لنا 4000 مكالمة في اليوم تاني يوم لانهم 6000 ثم 8000 16000 مكالمة لغاية في بعض الاحيان وصل لـ 42000 مكالمة في اليوم طبعا ده اكبر بكتير جدا من طاقة استعاب اي كول سنتر اكيد والفكرة انه مع كل بيان جديد مع كل اجراء احترازي جديد كانت الحكومة بتاخده كان ده بيؤدي الى ان الناس تبقى بتتصل اكتر عشان تعرفوا وتتطمن في الفترة دي احنا ضعيفنا عدد الممثل خدمة العملاء اللي بيردوا على المكالمات في الكول سنتر حوالي اكتر من اربع مرات بتارينا ب60 ايجنت اللي كانوا معانا ايام 100 مليون صحة ثم بتارينا نضاعف 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 لغاية الموصلنا لـ 320 ايجنت عشان نلاحق نرد على المكالمات دي وبرضو كانت اي اعداد جديدة من ضخها كان عدد المكالمات بيبتلعها اي المشكلة دي مش موجودة في مصر بس انجلترا بتقابل المشكلة دي من الاول يوم عشان كلا بورس جونسون اللي هو رئيس وزراء انجلترا وفي اول مؤتمر صحفي لي خاطب الناس بخصوص كورونا فاخر مؤتمر طلب من الناس يا جماعة ما تستخدموش التليفون استخدموا الانترنت عايزين تتواصلوا معانا ما تستخدموش التليفون استخدموا الانترنت وهو ده كان اول شرارة بنفكر فيها ان يبقى فيه طريقة ان نستقدر توصل لنا جنب الكول سنتر نعم عشان كده قلنا ايه في الفترة دي برضو كان بينتشر على الفيسبوك بوستات كلها اشعات كلها غير حقيقة معلومات مضللة اصلا وحد يعمل جروب يدخل في 150 ألف واحد ايه ويطلع كل شوية في فيديوهات يقول اصل الكورونا دي بتعمل كذا وكذا الكورونا دي علاجها كذا شفنا فيديوهات كتير وشفنا رشدات كتير بزبط وانواع ادوية يعني لدرجة انه احنا شكينا في وقت من الاوقات انه ممكن تكون نوع من الدعاية عشان انزل اشتري الدواء ده صحيح وعشان كده الحكومة ما كانتش عايزة تسيب المواطن فريسة لاشعات دي فبالتالي كان لازم تقدم له مصدر موثق معتمد موثوق فيه للمعلومة عشان كده كان الموبايل أبليكيشن برضو احد اسلحتنا في الموضوع ده تعالينا استعرض للوظائف بتاعت الموبايل أبليكيشن برضو عشان الناس تبقى عارفة هيتقدر تستفيد بايه من الموبايل أبليكيشن ده يا ريت يا باشمون اول شاشة بعد ما اول ما بنزل الموبايل أبليكيشن وبشغله هو بيسألني سؤالين الاول بيطلب مني ان انا اسمح ان انا اخد اللوكيشن بتاعه وده ليه فايدة مهمة جدا من نسبالنا هشرحها لحاقد ايوه ثم بيسأل على بعد اذنك دخلي رقم الموبايل بتاعك عشان اقدر ابعط لك رسالة فيها كود عشان اتأكد والده بتاعك بزبط سانيا دخلي الرقم القومي ومهمة اوي ان احنا نبقى شغالين بالرقم القومي ليه اولا لان انا عندي البيانات الطبية بتاعة هذا المواطن برقمه القومي من 100 مليون صحة فبالتالي المعلومة اللي هتطلعها له هتبقى متفصلة على صحته يعني لو مريض ضغط هتجيله معلومة مناسبة لمريض الضغط لو مريض سكر هتجيله معلومة مناسبة لمريض السكر لو كان مريض فيروسي قبل كده هتجيله معلومة مناسبة اذا مهم جدا عشان ابقى عامل مبدأ اسمه برسونا او ان ابقى الحاجة رايحة متفصلة على الحالة الصحية للمواطن ده ان انا اكون عندي بياناته واهم معرف بالنسبالي عشان اعرف بياناته هو الرقم القومي اللي اشتغل به في 108 مليون صحة قبل كده عشان كده احنا بنطلب الرقم القومي زائد بعد ما بندخل البيانين دول بتجيلي رسالة التأكيد بدخل رسالة التأكيد على الابليكيشن ويبتدي الابليكيشن يفتح اول شاشة بلاقيها بلاقي فيه شاشة اسمها المقالات الشاشة دي بقى فيها كل المعلومات اللي الناس محتاجاها كل اللي تسأل عليه خلال مئات الالاف من المكالمات اللي تمت في كول سنتر موجود بياناته هنا فبالتالي اي معلومة اي حد محتاجها عن كورونا حيلاقيها هنا ازاي ارشادات الوقاية طب لونا عندي حد معزول في البيت ازاي اهل البيت اصلا ان يكون مناسب لعزل منزلي لشخص مصاب طب انا بدون قطع كلام حضرتك بس نقطة مهمة مين القائم على هذا الابليكيشن مين اللي بيرد عليا هل دولدة كترة هم اللي بيردوا عليا ولا مين اللي بيرد عليا لا يا فنم اللجنة العلمية بتطلع زي مقالات كده او زي ارتكل زي يعني او نصائح او هكذا تعليمات وارشادات اوكي وتعليمات والارشادات دي احنا بناخدها نزلها في الابليكيشن فبالتالي مفيش حوار مبينك ومبين حد مبين حد يرد علي كل ما حد تاني اوكي بزبط وانما مجموعة جاهزة من الارشادات والتوعية اللي المواطنين دايما بيسألوا عن الاسئلة ديت فبالتالي كل ده هتلاقي حقيقي هنا موجود قرية دي هتلاقي اخر الاخبار حوالين كورونا حوالين العالم هتلاقي الاحصائية بتاع احنا بنسأل لي يعني مثلا لو مريض عنده القلب او عنده سكر او عنده ضغط بالاضافة للكورونا اكيد هيبقى له بروتوكول علاج غير اي حد تاني بزبط حضرتك بقى الرسائل دي بتكون متضمنة كل الامراض اللي موجودة اللي ممكن او المفترض انها ممكن تبقى موجودة عند اي حد هو هقول هاتك حاجة هو طبعا الابليكيشن ما ينفعش يتدخل في جزئية العلاق تحديد العلاق ده يبقى لازم اشراف طبي وطبيب شايف الحالة قدام عينيه وشخص الحالة وبناء على كده ابتدى يكتب لها البرتوكول الطبي اللي تمشي عليه تمام لو قلنا حد دلوقتي هو في العزل المنزلي ايه انواع الاسئلة اللي هيسألها علشان خاطر عاوز ايجابتها يعني ايه اصلا عزل المنزلي يعني هو دلوقتي مخالط مثلا فمضطر ان هو يعمل عزل المنزلي نفسه لازم اشرح للناس يعني عزل المنزلي الاول اصلا تمام صح كده لازم اشرح للناس ايه شروط العزل المنزلي ايه طب ايه الاجراءات اللي ستتعمل في العزل المنزلي طب ازاي انا اكون في عزل منزلي وبقيت اسرتي ما تتعديش مني يعني ايه اللي انا محتاج اخده من اجراءات عشان ما عديش بقيت الناس اللي في البيت طيب هل في تجهيزات معينة محتاجة أحطها في البيت بشكل ما عشان يؤهل البيت إن أنا أقوم بعزل منزلي جوه البيت إيه المواصفات يعني كل الكلام ده محطوط على هيئة إرشادات وتعليمات موجودة بلت إن في البرنامج الإرشادات دي بتحدث كل يوم يعني كل يوم بنزود مقالات جديدة وأخبار جديدة وكذا فبالتالي التعليمات هتفضل موجودة ومحدثة طول الوقت هكي عارفة الوضع برضو بيتغير يوم عن يوم الدراسات العالمية وفي مصر هنا بتطلع نتائج جديدة كل يوم فبالتالي لازم يكون فيه تحديث للبيانات دي فبالتالي فيه فريق من عندنا موجودة صحة هو اللي بيجمع المعلومات دي من اللجنة العلمية وهو اللي بينزلها على الموبايل أبليكيشن يوميا كتحديث جديد للمعلومات نعم فبالتالي أول خدمة إنه يقدر يدخل على شاشة المقالات ومنها يقدر يشوف إرشادات وتوعية إزاي يحافظ على نفسه يعني إنه ما يتعديش أصلا إزاي يعمل عزل منزلي طب إيه الحاجات اللي بتقول مناعة طب أثناء ما إحنا قاعدين في البيت إيه النشاطات اللي ممكن تعملنا اللي ممكن نعملها عشان تساعدنا على القاعدة الطويلة مدة طويلة في البيت من غير ما أصاب بالاكتئاب مثلا ايه فبالتالي فيه برضو من من الصحة النفسية يعني أما أنت الصحة النفسية التابعة للوزارة الصحة أطباء نفسيين بيحطوا إرشادات عشان الأسرة طيب إزاي يكلم الأطفال عني في البيت عن كورونا إزاي يععيهم عشان ما يتعدوش طب لو أنا حسيت إنه تغير في نشاطهم وطبعتهم نتيجة إنه هم محبوسين فترة طويلة في البيت إزاي أقدر أتعامل مع ده كل دي مقالات جاهزة أكتر من 120 مقال موجودين قردي في الابليكيشن طيب أنا عايزة أدور على كلمة قلب أعرف إيه الحاجات الخاصة بالقلب هاجي في البحث وقول قلب هطلع لي كل الأرتيكيلز اللي مكتوب فيها كلمة قلب أو كلمة ضغط أو كلمة سكر أو كلمة مناعة طب أنا إزاي تعمل مع الراجل بتاع الدليفري وما تهديش طيب أنا نزلت السوبر ماركت إيه الحاجات اللي لازم أخد بالي منها عشان ما تعديش لأن ده ما كان في ناس كتير كل ده كمقالات موجود وده أول قسم طبعا الإحصائيات اليومية بتاعته زر الصحة من عدد الشفاء وعدد الإصابات وهكذا بتنزل برضو في الابليكيشن طيب كم حد دخل لغاية دلوقتي على هذا الابليكيشن؟ حوالي يعني؟ هو إجمال التحميل يعني من نص ساعة كان فاق المليون المليون وأربعين ألف تحميل هاي كويس أبي في آيفون وأندرويد كمان يعني كمان سمعنا أنه ممكن ينبهني لو أنا راح منطقة فيها كورونا بيقول لي خلي بالك احذري المكان ده في كورونا ده صحيح موجود لما كلمت حضرك من شوية على موضوع اللوكيشن أيوة طب ليه أنا بطلب الحقيقة تفتحي اللوكيشن؟ عشان هو كل فترة كده بيشوف اللوكيشن متاع حضرتك ويقرنوا بالمناطق اللي تم الإعلان عن حجر صحي فيها فلو اكتشف أن حضرتك اللوكيشن بتاعك جوا منطقة حجر صحي بيبعث لك تنبيهات إشعار يقول لي خلي بالك أنت في منطقة قد يكون فيها إصابات وتم فرض الحجر الصحي فيها وبالتالي اتبع التعليمات الفلانية عشان تحافظها عن نفسك وده برضو حاجة من الحاجات اللي كانت الناس مهتمة بيها جدا حاجة جديدة برضو ودي كانت الناس برضو مهتمة بيها جدا حاجة زي ما عارفة كان الأول اللي بيستقبل مرضى كورونا كانت مصفحات الحماية والصدر وبعدين بعد توجيه معالي الوزيرة أن احنا نوسع نطاق تقديم الخدمة عشان نلاحق على عداد وعشان نقل التكدس فدخلنا 320 مستشفى جديدة جنب الحماية والصدر عشان هي كمان تستقبل المرضى الناس مش عارفة مين هم 320 مستشفى دول طب عنا وين هم إيه؟ طب راح لهم إزاي؟ عشان كده بقى فيه تحديث في الابليكيشن هو ده اللي طلع من أربعة أيام التحديث ده حقيقة بمجرد ما تروحي على الشاشة بتاعة مستشفى هيردلي قايمة بكل المستشفى اللي حوالين حضرتك في اللوكيشن بتاعك أقرب خمس مستشفى ليكي اسم المستشفى عنوانها إيه تليفونها إيه جنبيها حاجة اسمها خريطة المستشفى أول ما دوس عليها هيردلي كل النقط اللي فيها مستشفى من 320 مستشفى دول حوالية لو دست على أي مستشفى منهم هيروح محولني على جوجل مابس يرسم للطريق يقول لي دي على مسافة 15 دقيقة 15 كيلو خش يمين في شمال في يمين هتلاقي المستشفى في وشك فبالتالي بقى فيه طريقة سهلة جدا الناس تعرف إيه المستشفى المتاحة وإيه قارة المستشفى تقدر تروح لها لو بقى عندها مشكلة ما هو ده برضو اللي كان بطلبه من 105 من كول سنتر بالضبط هو كان بيها يكلم كول سنتر ليه يئمة عشان يعرف يسأل على حاجة عايز تفسار فحطت له المقالات حطت له كمان حاجة اسمها أسئلة شائعة جبنا أكتر 50 سؤال اتسألوا في كول سنتر رحنا حطيني الأسئلة وحطيني إجابتها معاها فبالتالي أنت مش محتاجة تكلمي كول سنتر طيب ممكن الناس تكلمي كول سنتر ليه عايزة تبلغ عن اشتباه في حالة كورونا والله أنا والدي بيكح وصخن وخايف يكون عنده كورونا فحطينا شاشة اسمها إبلاغ لو المواطن دخل على شاشة إبلاغ حيلاقي زرار إبلاغ أول ما يدوس عليه حيقوله طيب أنت عايزة تبلغ عن نفسك ولا عن حالة حد تاني حبلغ عن نفسي طيب حاجة سفرت آخر 14 يوم طيب حاجة خلطت حد حالة إيجابية مؤكدة خلال الفترة اللي فاتت يسأله مجموعة أسئلة كده من خلال مجموعة الأسئلة دي ويصنف حالته ويطلع حاجة من الثلاثة يما يقوله لا والله اللي عند حضرتك ده مالوش دعوة بكورونا لكن اتبع إجراءات الوقاية يما يقوله اللي عند حضرتك ده حاجة يعني قد تكون اشتباه في كورونا وإنت المفروض تعمل عزل منزلي لمدة 14 يوم وتتخذ الإجراءات الفلانية ويعرض له إيه هي الإجراءات يما يقوله لا احنا هنتصل بيك على الرقم بتاعك ويروح مبلغ البلغ ده لغرفة العمليات فتظهر عند غرفة العمليات عند الدكاترة اللي قدين هناك كل بيانات المواطن ده بكل البيانات الأسئلة اللي جاوب عليها بشكوى فغرفة العمليات تتصل بيه في التليفون وتتأكد من الحالة ونعن عليها يما تقوله روح المستشفى الفلانية يما تبعت له عربية إسعاف وهكذا إذن حتى الإبلاغ يقدر يبلغ من على الموبايل أبليكيشن خلال الأربعة يام اللي فاتت جالنا من الموبايل أبليكيشن 18300 بلاغ في نفس الوقت فيه زرار تاني اسمه تسجيل المتابعة اليومية الشخص اللي جالنا المستشفى والدكتور قال له والله أنت عندك اشتباه في الكورونا وأعراضك أعراض بسيطة جدا مش محتاجة أنك تتعزل في المستشفى ادى له شنطة الأدوية بتاعته وقال له أقعد في البيت 14 يوم خد الأدوية دي لمدة 5 ديان وتابعنا ببياناتك إزاي تابعنا ببياناته يدخل على الموبايل أبليكيشن يدخل على تسجيل ببيانات المتابعة اليومية حيلاق فيها أربع أو خمس أسئلة بسيطة عن الأعراض بتاعته حيقول أنا النهاردة عندي سخنية والتغفل حل وما عنديش سعال جاف أي سند يظهر الكلام دي عندنا في السيرفر تمام فنبقى قادرين نشوف أيسم حالته أول يوم كانت إيه وبعدين بقت إيه وبعدين بقت إيه هل بتتطور للأفضل ولا بتطور للأسوأ عشان لو كان بتتطور للأسوأ نبقى إحنا قادرين إحنا شخصياً كوزارة صحة نتدخل وإحنا اللي نكلمه في التريفون ونتأكد إن عراضه فعلاً سيئة فنبعته على المستشفى أي لأن في بعض الحالات قد يكون العزل المنزلي بتاعها في الأول على عرب بسيطة وقد تكون صحيته بتتدهور فبتالي نازم تدخله ووديه على المستشفى بزرح فمن خلال الأداة دي أبقى أنا كوزارة صحة قادر أشوف كل المرضى وقادر يتابع حالتهم وهم في البيت طيب في برضو حاجة مهمة جداً نزلناها في التطبيق يعني أيها الإشعارات بشكل يومي حيبقى بييجي إشعارات من وزارة الصحة عن أخبار أو موضوعات أهمة إحنا كوزارة صحة عايزين نوعي الناس عنها أي إزاي تتعامل مع الموقف الفلاني لو حصل لك كذا إيه هي الأعراض اللي لو ظهرت لازم تاخد المريض من العزل المنزلي إلى المستشفى طيب لو حصل لك أي حاجة بمواصفات فلانية تعمل إيه فبالتالي هي بتكون عبارة عن إشعارات بسيطة بتوصل للمواطن عشان نوجه رسائل إحنا عايزينه يبقى عارف عنها الإشعارات دي برضو متفصلة على حسب الحالة الصحية اللي بيروح للشخص مريض السكر حاجة اللي بيروح للشخص مريض الضغط حاجة اللي بيروح للشخص اللي بيعنيش من أمراض مزمينة حاجة وهكذا فبالتالي تبقى للحالة الصحية اللي احنا عارفينها من الرقم القومي من استغلالاً لقارة البيانات 100 مليون صحة بنبعت من خلالها الإشعارات عشان تبقى موجهة للناس دي على وجه التحديد يعني أنا قدر أقول أقول الابليكيشن طلع لي الناس اللي مثلاً اللوكيشن بتاعهم في حي الدقي أيها وفي قرية المعتمدية وفي كفرة هورمز الناس اللي فوق 60 سنة اللي عندهم ضغط أو سكر أو سمنة أو كان عندهم فيروسي أيها ابعت لهم الرسالة دي سند أوتوماتيك الرسالة دي هتوصل لكل الناس اللي بنزليني موبايل أبليكيشن اللي بنطبق عليهم الوصفات دي كويسة أيبا شبون طيب إحنا إزاي ننزل هذا الابليكيشن طريقة سهلة نقولها عشان يمكن فيه ناس شوية ممكن تعرف في الأقاليم وكده ممكن يبقوا لسه التكنولوجيا عندهم ضعيفة شوية فممكن هكتشرحها لنا بسهولة أي تليفون أندرويد أو آي او اس آيفون يعني أو آي باد كل اللي هعمله يدخل على الستور على المتجر بتاع التليفون يكتب كلمة صحة مصر صحة بتاهي المربوطة مصر فقط لغير هيطلع له الابليكيشن في ثواني ويبتدي هو بعد يدخل بياناته اسمك الرقم القومي هيعمل تحميل وبعد التحميل هيقول له تفتح لنا اللوكيشن موافق اسمه رقم القومي هيجيله رسالة بقى معنا على الابليكيشن موضوع سهل وبسيط جدا دي نواة إن شاء الله هنبني عليها أكتر وأكتر من كده فيه إن شاء الله حاجات من اللي احنا بنرصد إن الناس عندها مشكلات فيها لقلنا لها حلول باستخدام الموبايل أبليكيشن وإن شاء الله رب العالمين يعني ممكن خلال الأسبوع بالكتير يكون فيه تحديث جديد فيه وظائف جديدة الناس حتبقوا منتظرها جدا عليش جالي سؤال دلوقتي بيسأله حضرتك طبعا ده محتاج للنت محتاج للإنترنت أول مرة وأنا بنزله عشان ينزل الموضوعات طبعا لكن في بعض الوظائف مثلا محتاجة إنترنت زي إن أنا عملت بلاغ طبما أنا حبعت البلاغ ده إزاي وصلنا في وزارة الصحة من غير ما يكون عندي إنترنت فبالتالي الموضوعات هي بس أول مرة بتحمل الموضوعات خلاص هتقدر تفتحها وإنت مش وإنت ما مش بيش إنترنت لكن وظائف زي إن أنا عمل بلاغ زي إن أنا عمل متابعة يومية زي إن أنا يجي للنوتيفكيشن بتاعت إن فيه إن أنا داخل منطقة حجر صحي أو هكذا كل الحاجات دي طبعا محتاجة إنترنت إحنا حاليا برضو في مفاوضات بصراحة يعني كان فيه دعم كبير جدا من جهات ساعدتنا في تأمين البيانات دي وكمان دعم كبير من وزارة الاتصالات إيهن حتى الشركة اللي طورت لنا البرنامج شركة إيسيرف تبرعت بي لصالح وزارة الصحة فيها تيم من الشباب المبرمجين المصريين تيم أكثر من رائع بيشتغل معنا 24 ساعة بصراحة بكلمهم أربعة الفجر كمسة الفجر بلقيهم شغالين وزارة الاتصالات برضو بتدعمنا حاليا برضو مهانسخة العبطار في جزئية إن احنا بنحاول نتفاوض كده مع الشركات المحمول إن كل الانترنت اللي تتاخد عشان الابليكيشن تكون برى الباقة احنا بنحاول نوصل لده عشان تبقى الناس قادرة تفتح الانترنت من غير ما تخاف إن الباقة بتاعتها تخلص يعني فيه بيقولوا إنه فيه بعض الرسائل بأصوات الفنانين زي الفنان هاني رمزي صحيح فن هو برضو كان من ضمن الأفكار اللي فكرنا فيها في الأول أنا عايز أوصل للناس إيه؟ يا جماعة أهم حاجة إنك تخسل إيدك كل شوية عشان حتى لو جي عليها الفيروس مجرد إنك تخسل إيدك لمدة عشرين ثانية بالصابون هيموت فمهم جدا إنه يغسل إيده كل شوية فنعايز أفكره فعشان كده حطينا أصوات اخترنا أنه يكون أصوات الفنانين زي بيون فؤاد زي هاني رمزي زي بدرية طلبة زي أكرم حسني زي شاماء سيف زي ماجد المصري مجموعة يعني جميلة من الفنانين بصراحة المحبوبين خدنا بأصواتهم شوية تعليمات زي اغسل إيدك كل شوية بالماية والصابون خليك في البيت طهر بيتك كل شوية بماية وكلور فالتعليمات المهمة اللي محتاجين نوصلها للناس بنخلي الموبايل أبليكيشن يبقى كل شوية بيقولها أي فيفكر الناس لكن برضو حطين شروط الكلام ده من الساعة عشر الصبح لغاية تتنشر بالليل عشان ما يكونش فيه إزعاج وبرضو فيه نقطة مهمة طالما حاجز ذكرتي الموضوع ده الرسائل الصوتية دي فيه طريقة أن أنا أقفل رسائل الصوتية لو مش عجباج هروح على شاشة المزيد هلاقي قفل اسمه مفتاحك الزرار يعني اسمه الرسائل الصوتية مجرد ما أقفله الرسائل الصوتية هتقفل لو أنا مستمتع بيها زي كتير من صحابي بصراحة فأقدر أفتحها من نفس الزرار برضو حضرتك قلت حاجة بس أنا أحب أأكد عليها تاني حضرتك قلت لو اكتشفتوا أنه في حد عنده الكورونا بتساعدوه أن انتوا تكلموا له عربية إسعافت من خلال البلاغ نقولها تاني برضو علشان دي مهمة لأن دي مهمة قوي أن أنا يبقى عندي الابليكيشن ده يساعدني في وصول سيارة إسعاف للحالة بالضبط فأنا هي الفكرة في إيه أنه ده حالياً بيتم عن طريق 105 عن طريق كل سنتر 105 أن أنا بتكلم وبسجل البلاغ بتاعي وبعند دكتور بيكلمني وعلى حسب مدى الحالة حارجة أو لأ تقدر تروح على رجلية لغاية مستشفى أو لو حارج حارجة ومش قادرة تتنيل بنبعط لها عربية إسعافة طيب من ضغط على 105 كتير يعني ممكن أتكلم وما أقدرش أوصل للمكالمة من أول مرة عشان كده طلعناه الموبايل أبليكيشن ده أي أن كانت ضغط عليه حيفضل شغال كويس يقدر يسجل نفس البلاغ بدلا ما يسجله في 105 يقدر يسجله في الموبايل أبليكيشن ساعتها بيروح لنفس الدكتورة في نفس غرفة العمليات يكلمون في التليفون ويوجهونه عربية الإسعاف لو كانت الحارجة الحالة تستحق ذلك يعني الحقيقة احنا بنحقيكوا على هذا الأبليكيشن صحة مصر لأنه هو مطلوب جدا في هذه الفترة هو موجود قدامنا على الشاشة على الموبايل مهمة قوي أنه يبقى موجود يا جماعة معانا على الموبايلات هذا الأبليكيشن صحة مصر هيساعدكم في الوصول لمعلومات كثيرة وإجابات لأسئلة أنتم محتاجينها وبالإضافة إلى أنه هينبهكم لأماكن الحجر الصحي لو أنتم تواجدتم في هذه الأماكن بالإضافة إلى أنه زي المهندس أيسا ما قال لنا أنه في الحالات الحارجة للإصابة بمرض الكورونا هيكون فيه مساعدة بتوصيل هذه الحالة بإرسال سيارة إسعاف باتصال بالأطباء وده هيخفف الضغط على 105 ولأنه 105 عليها ضغط كبير يعني أنت ممكن تتصل هما يكونوا مشغولين في حالات أخرى فأنت تفتكر أنهم مش بيردوا لا هما بيردوا موجودين وكل شيء بس الحالات كتيرة النهارة أنه أنه ما يبقاش كل شيء مركزي أنا عندي 105 بيخدم المئة مليون المواطن طيب أنا محتاج أعمل 27 105 في السبعة وعشرين محافظة بسرعة كل محافظة تقدر تشتغل أكتر على الناس بتوعها لأن عدد السكان هيبقى أقل في المحافظة دي من المئة مليون بزرعة فبتالي تقدر تقدم خدمة أفضل وهم كده كده مربوطين إلفترونيا برضو بغرفة العملات المركزية أي فإحنا منحاول نقرب على قد ما نقدر عشان نحل مشاكلنا بشكل سريع يعني فكرة هيلة بحييكو عليها بشكر حضرتك مهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة خلي بالكو يا جماعة لأن الكيرف أفكركوا تاني ألف وخمسمائة حالة ربنا يستر وعلى قد ما تقدروا ما تنزلوش إلا للحاجات المهمة جدا وطبعا الإجراءات الاحترازية ما تنسوش الكمامة وإزاست الكحول دايما موجودة معاكو وربنا يستر شكرا وإلى اللقاء بكرة حلقة جديدة تستعين دي تسبوع لخير تستمعنى لخش خدرب لخش ترجمة نانسي قنقر